بعد ما سبت حمدي أبو جليل ومشيت افتكرت حاجة مهمة أنا بدور على معاناة الكاتب في العالم الثالث وناسي معاناة الكاتبة أعتقد أن معاناة الكاتبة عندنا أكثر تعقيدا جزء فيه له علاقة بالإبداع عموما وجزء فيه له علاقة بمعاناة المرأة عموما في العالم الثالث أخدت الفكرة ورحت للروائية شيرين سامي صاحبة الرويات النجحة حنة وقيد الفراشة وطلبت منها تفسص معاناتها ككاتبة في العالم الثالث هو موجود برضو المشكلة المادية أن الكاتب دايماً الكتابة بتحتاجها عزلة فبتحتاج أنه يبقى مستقر مداني يبقى فيه دخل ثابت ومكان ثابت هو بيكتب فيه فدي موجودة زائد كمان مشاكل تانية من الإرث المجتمعي أنه مزروع بتخيل الناس أن المرأة دورها الأبدي والأول والأخير أن هي تكون زوجة وأم فبناء عليه أي قرار بتحاول تاخده برا الموضوع ده بيعتبرونهم من التمرض أو أن هي عايزة تغير قدرها فبيحصل صراع دايماً ومصادمات من المجتمع ومن الناس حتى لو ما أظهروش ده لكن بيضمروه في أنفسهم يعني ما بيبقاش ظاهر لكن هما بيبقوا عارفين دايماً بيتبصل المرأة لما بتكتب على أنها أنسة غير الكاتب لما بيكتب بيبصلوا على أنه هو كاتب فدايماً بتواجه مشكلة دي أنها إزاي تتخلص من الإرث المجتمعي دوت وإزاي يعني لها حق أنها تعزل الناس في وقت أنها تكتب أنها تأخذ قرارات في حياتها فدي مشكلة كبيرة دي مش ممكن تتغير بعد المكتب مثلاً وانشر كتاب النظرة مش ممكن تتغير لا بالعكس لأنه هو دايماً الرجالة برضو في المجتمعات الشرقية بصين الكاتبة بيستخفاف شوية أن هي بتكتب كهوية لكن ما بتكتبش لجدوى الكتابة زي الرجل فلما هي بتكتب كهوية يعني بيبقى ما فيش مشكلة أن هي تنشر كتاب واثنين لكن لما موضوع ياخد حيز أكبر حتى تبتدي تقدم لجوائز تحب بتعمل ندوات برا المدينة بتاعتها ساعتها بيبقى في مشاكل يعني بيفتكروا مرة واحدة أن هو لا أنت ببتكتبش بجد بليه عايزة تعملي كده ليه عايزة تخرجي عن السياق المحدد ليكي كامرأة وكزوجة وأم فساعتها برضو بيبقى في صراع دايماً وهو أصلاً الكاتب بيبقى في صراعه مع نفسه فده بيبقى صراعه كمان زيادة مع نفسه مع المجتمع بالضبط هو بيوم تعدد الشخصيات فده كمان بيزيد عليه الصراعه لأن أنا بكتب روايات فيها دايماً باتكلم بصوت ذاتي فكتير ناس كانوا يبعثوا يقولوا لي هيا دي قصتك أو لما أكتب بسع النص فيه مشاعر يقولوا لي هوا ده أنت كتبال جوزك فأقولهم لأ فبيتصدنوا لما أقولهم لأ أهلي نفس الحكاية لما بكتب أي حاجة على الفيسبوك بياخدوها لأي حاجة شخصية أقولهم ده نص هما مش فاهميني بيقروك أنت مش بيرقول مكتوب بالضبط مش قادريني يفرقوا لكن أنا قدرت أتخلص من موضوع ده من كذا سنة مع الناس على الفيسبوك لكن مقدرتش أتخلص منه مع أهلي فأطارت إن أنا ما خليهمش يشوفوا كل حاجة بكتبها كذلك لما بيصدوا الرواية أو عمل بيقروه وبعدين يبتدوا يستغربوا إزاي بنتهم الزغيرة الزغيرة اللي ما خبرتها قليلها بتكتب الكلام ده إن دي مشكلة أخرى برضو بتواجه المرأة في الكتابة إن الكاتب لازم يبقى خبرته واسعة وليه علاقات سرية مع الناس لكن المرأة في المجتمع الشارق ما بتقدرش تعمل علاقات سرية وميبقاش تقدر إن هي مثلا تسافر بره عشان تروح بلد هي هتكتب عنها أو تروح حتى مثلا في السعيد أو أي مدينة جوه مصر حتى علشان قطب تكتب عنها أو تقرب من الحدث اللي هي عايزة تكتب عنه فبيحصل طبعا معارضات ولها فبتضطر تلجأ لخيالها اللي هو أحيانا ما بيسعفهاش قوي فكل دي من العواقل اللي بتواجهي وبتواجهها أكيد كتير من البنات اللي بيكتب طبعا فيجي تبصش على الكاتبات أو المهنتها الكتابة لكن بره مصر في أي دول تانية وتقري أكيد سيارة ذاتية وتقري أكيد تجارب الكاتبات وتطالع عليها بتحسديهم على إيه أو بتغيري منهم في إيه أو إيه اللي لفت نظرك في حياة الكاتبة بره العالم الثالث هو أي إنسان لازم بيحقق متطلباته كده بحاجة زي اسمها موسلوس له اللي هي المتطلبات الأساسية فالأكتر فالأكتر فإحنا في مصر هنا لسه بنحارب في المتطلبات الأساسية لو إحنا عايزة يبقى عندي دخل يبقى عندي وقت يبقى عندي هما هناك وصلوا المرحلة أن هما بقى بتكلموا في الوجود وبيتكلموا في صراعات نفسية إحنا مش قادرين حتى إن إحنا نتكلم فيها لأن إحنا بنواجه حاجات لسه في الأول خالص فأنا بحسدهم على كده هما هنجد بيبقى فيه فرصة إن يوفروا لهم مربية لو هي أم علشان تتفرغ للكتابة بيبقى فيه لونز أو حاجات مادية منح علشان خاطر تعرف تكتب بدون ما يكون عندها عيب مادي إحنا طبعا في مصر معتناش الكلام ده فده بديهم فرصة إن هما يتطرقوا المواضيع تانية أهم وأكثر حساسية من اللي إحنا لسه عمليين بين هاتفي طبعا بحسدهم على كده